أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أمله بأن يكون عيد الميلاد هذا العام موعداً لوقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني في غزة وسائل الأرض الفلسطينية المحتلة وقال الرئيس الفلسطيني في كلمته لمناسبة عيد الميلاد المجيد وفقاً لأتقييم الغربي قال إن دولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية آتية لا محالة مضيفاً أن نهر الدماء والتضحيات والسمود البطلي للشعب الفلسطيني على أرضه هو الطريق نحو الحرية والكرامة